موسيقى السلام عليكم في موعد جديد اليوم نحن سعادة باش نستضفو واحد صحفي اللي هاد العام هادي كيدي 40 عام دي المهنة بصحفة الرياضي اللي هو محمد الروحلي سي محمد مرحبا بك شكرا لسي الشروق الصديق والزميل وتحييل المتتبعي انفس محمد انت عندك 40 عام دي الصحفة الرياضية الله يكبر نفطعاتي الله يكبر نفطعاتي لنا اني متابعك نعرف انت متابع جيد جلتي العالم كله حتى تتضروس كبيرة متبع البطولة متبع جميع الرياضات تقريبا يعني اختصار اختصار اللي فضل 40 عام اللي كتحنظك قدام ذا بفضل الله احدا كتبالك قدامك هو فهد المصار المهني فهد تقريبا اربعة عقود الخلاصة والاساس هو إليك تغتيبك تبغي المهنة ديالك دي انا قبل ما نكون صحفية انا كنت عاشق الرياضة وعاشق الصحفة الرياضية منذ الصغر منذ فترة البتدائي وانا كنت باع كنشتري الجلائد لدرجة من ان الفلوس اللي عندي كنت كنشتريباها العالم بستدريال اللغة ديال بستدريال بلغة ديالة بستدريال اذا بالنسبة لطفل ديالة الذي قرر بالشباب انه هو الفلوس اللي غادي يشتريبه جريدة كتشربه جريدة وبالتالي ف ف الشغاف هو منذ صغر صحيح كان بعض الناس اللي حبوني في هذا الرياضة وفي الصحفة الرياضية لكن كان نصب حقا كوديل لهم بهذا الاشياء هادي وكان حيي يوم كله كان ترحم عليه كله كان حيي وكان طوله طوله طول العمر ولكن قلت بينا ايلي كتي كتبغي كتي باسيوني كتكمل من عندك كان قدرك تفليل رغم ما تدوره في ديال العائلة فقيرة وكان كتمرس الشغاف ديالك والهواي ديالك طبيعات الحل قبل ما توصل انك صحفي مهاني كتحترف هاد المهنة كنت تعاشف قبل 40 عام ديال المهنة قبل ما تتبعتي المعصار ديال الرياضة بسينا حاجة اللي كتنم تحول المهن منك يبالي تحول الرياضات مبقاتش كما كانت كانت مجرد هواية تطوع تطوع الهواية غادي وكان ما مبقاش ولكن الاسف تناقضه واحد اللي كان هنا تطوره على المصول الممارسة ما عندنا لعبي محترفين مدربين محترفين بنيات تطورات بشكل مذهل وكان نعطيه مثل صارخ احنا كلنا وسط احتراف وهناك جامعات تسير محترفين كبار عقلية هاوية تسير كان نشوفه في العب قيوة شنه بشكل صارخ في التينيس عندك اسماء من المستوى العالي يسيره هو تفعل مستوى التدبير والغريب كذلك تلقى انسان متطوع يتحكم في ما يصير نادي كي تسير بثمانية الملايب ومتطوع كيعطيه الصالر اللي بغى كيعطيه المنح اللي بغى يقدر لما ما يعطيش هذا كيتصرف في الجاريب المالي الكبير واللي تقريبا يوازي مؤسسات متوسطة وكين هو هاوي متطوع يدل اللي باننا هادر يتقدر بطولة احترافية كي سيروها متطوعين يعني هوات وتسمى الموحد الملاحظ ما يتعقب عليه وانا كميات المغرب من شام زيال مثلا عندنا مركز موحب السادس اللي من الاحسن الملكيز في العالم عدده برئيس الجامعة اللي 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 أضوف في الفيفا اكبر جيل هازل كي سير الكورا عندنا ملايب معنى المستوى ولكن على مستوى تسير باقي رجل الله يعني هو يمكن نشوفه هو التطور ربما بعض المواكد كيف فرضوا تلاحق الإحداث ومواكبة التطور كانت صيد العالمي دبا لان هو الشيء الأسجة المشروع دي الشركات ربما ينهي مع هاد المرحلة مع هاد المرحلة في حقيقة اللي استمرار طويل وليأطرت كثير على المصارد اللي تسير والحكامة والأسف بان هاد الفرق عندنا الرائدة والقوية اللي كنقوله وشتاة الشعبية انها مستطعش انها تتحوي لمؤسسات مهيك لا منظمة رأى المثال اللي كيقول بواحد شكل يعني كاريكاتوري وكي الرئيس فارق اللي ما ناجش من ناس فرقا ما تلابش نكون شي مرترطو شخص بكينش الهيكالة المؤسسات والديبارطمو كل واحد كي يدين اللي بغى كل واحد كيتحاسب وبليك تكون قوة دي المؤسسات والقوة الإدارية كسكت هالأمور كي يعود المكتب المديري وخطيط يوجيه ولكن الإدارة هالي كتنفذ إدارة بنية الكفاءة الجريبة على الخبرة وعلى التعاقد ردو اللي كنخطأو فيه اللي ما كنتعاقدوش على المستوى تعاقدي اللي كنتحاسب عليه في الأخر كل واحد كي يدين اللي بغى وقدر نعينك نعينك بلا صلاحية وطلس مرضى لاش من أنديك من كتير أنديال كبيرة من تنقييمي يعني أنديا كبيرة وبقى كتآني ماديا رغم أن عنده واحد جماهيرية كبيرة واحد شعبية كبيرة ماش يحفل ما غني في العالم كله ولكن ما حتى ديك الصورة ديالة أو ذك يعني التاريخ ديالة غير مصوق وغير مستغل في التجاه صحيح لما يخص هذاك النادي مثلا هذا الأنديا الكبيرة ما خطيش تقنش أزمو يعني دبا دبا احنا الجمهور بدك يتعرف الأنديا المنصرية اللي كتسير بستين مليار وسبعين مليار يعني 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 فين كين فين كين خلال ربما قلت راس شركات ممكن شركات تنهي مع هد ويا مرحلة نتاهة للشركات اني الآن بسبب الجامعة والوزارة الاساسية هو تبدأ كين بعد الملاحظات كين بعد النقائس كين بعد الهفوت وكل اساسية هو تبدأ تبدأ فهد العالم الشركات اللي يقدر نسبيا ينهي مع هد الفوضى وهد الفساد والتسلط اللي كان على المستوى من جموعة الانديا الوطنية اللي فعل رئيس كيدر كل شي رئيس كيدر التعاقدات يجيب مدري يجري على هده يجيب لاعبين ينقص الميزاني يزيدها يطير الارقام اللي يبغى يعطي الارقام اللي يبغى واش تقرير مالي فيه تقريبا تسعة المليار كتصفق اللي فربو ساعة هادي 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 سنة مكيش مشكل مكيش مشكل ويديك لارقام لي وانا نحيلك غير على النقطة ديال النزاعات الثلاث سنوات الأخيرة حسب الرقم تقريب الملفة ديالنزاع تتفوق عشرين مليار هادي عشرين مليار تم مصادق عليها في الجمهة العامة ولكن هي بقى ليتيج كيف كين 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 أشياء اللي ما ما فهماش دب أنت كتقول بينا عدنا ليتيج ولنا عدنا نقطة سوداء الصعيد الدولي المغرب المغرب المرتب رابع عن كين أندية اللي كانت مهددة بأنها تفقد مساعدتها والأسف ولكن ربما هاد سنة الصرامة دي الجامعة الملكة 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 القادمة زدت واحد هاد صرامة مزيان وخمط تبقاش إلى بعد النقطة ولكن على الأقل شعرات الناس بالنراك وحد القانون قصو التحتارم كين واحد المقاييس اللي في تدبير وفي تحكيم الجهل الملكة خسرنا اطراع بقى بقى واحد تساهل كبير لما نزل واحد تساهل ملجم ربما مبغشت يعني دير لكي والأصف ربما مرحلة لا درت العصف وانت ما عدد في قط ثلاث موطولة نظر واحد إشارة مكتبير على التطوع والهواية راح نحيي وذوك الناس في واحد الفترة الطويلة ديال الهواية رعطتنا واحد العداد ديال تعلق ديال رياضة المغربية راح ندينا كاس أفريقيا السبعين باللعب موسين الهواس المغرب راف تينيس كتاب محمد رك هال المغرب ثلاثة من طب طب يعني مئة حسن مئة لعب هذا رك نحن خمسين في ألعب القوة على مستوى العالم هادو صحيح كان الجانب العشق كان الجانب الوطني حاضر كذلك تمر تغيرات القيم داخل المجتمع تغيرات مفاهم تغيرات وإلى بقى كتفكر نفس الطرق اللي كانت ربما نوع الماء بين القوسين متخلف على التطور على الركب وإن كان جمعة الملاحظات التطور أساسي هو الأصعب حاجة الأندية الوطنية والجامعات أساسا كانوا خطؤوا فيها مكيش هيكل إدارية تخصصات مدير عام مدير عام صلاحيات مدير مالي مدير مالي مدير مدير جيريديك إحنا في الجيريديك بلنا بلنا ضعاف بمقارنة مع تونس بلنا تفقد يديد الطاص بلزاف دي الأشياء اللي بلنا 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 متخلفين ومقارنة مع الأقل جيران دينا ولكن هاد العقلية دي التطور ودي الهيكالة ودي الهيكالة ودي الاحترام التخصصات مرتبطة برؤساء للأسف أساسي دياله هو شكارة أنه كيجي كيشوف المنخالطين كيضبر الأقلبي وكي عود يتحكي في مصر وقد قدي هو در لقاء مفتوح دي رجال إحنا كنهضر التحولات ودي رجاليك إحنا قاعد وولاد دي الصحافة المكتوبة ضعي الحال زنا الرقمي زنا يعني إنت عشت عارف بيلك عشت التحول يعني من المكتوب للرقمي للإداءة يعني كيفش وقعت كد يعني وش كانشي صعوبة وش كانشي ثلاثة وما عارف كيفش عشت إنت هذ التحول وهذا والتحول باش تدوز من المكتوب الرقمي كان صعيب نعم ولكن كل أم بعض الصحفيين اللي نقوله بينا نزل عند المصعوبة باقي عند المصعوبة الآن باقي كيكتب ستيلو إمكان قليل كان تحول صعيب ولكن تجاوزناه من جمعة الجيل ديالي بالإرادة بالرغبة بالموكبة التطور أولا حتمية أنك تدوز هذه المرحلة أولا حتمية تطور داتي طب هات حال وصراحة صراحة بنقوله أن الأمور سهلت مقارنة مع الضروف اللي اشتغلنا فيها اشتغلنا فيها كنت تقدل تكتب النهار لم تكن تكتب تكسب بالليل بالنهار وقتمس في قهوة في الدار باشت كوزينة وبالتانيين على المساولات يعني وفرة المواد ما كانش هدو وفرة المواد تبحث عن الخبار تبحث عن الخبار ومعليك شيئاتيف مع الزف ديالأشياء اللي كانت صعوبة كانت أخصك بأنك تدير تصالة مباشرة بعد الناس مسؤولين باش تاخد أخبار كتشري مجلات باش تتبعها باش تشري كتشتري من الفلوسك خاصة مجلات أجنبية أجنبية وفوتبول وعربية كذلك فهد كنت بينا اللي كانت تكترى باوطومح في الطوير الدادات وفي مواكبة فكتكمل من عندك ويالي كانت تخليك أنك تبقى دائما أنا بغت نشو فيها واحد الإشارة باش خاصة الشابة من البلاد البرلماج أعطينا مثل تغطية ديالة في الجريد ثلاث 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 لك تشتغل فيها لتنين يعني الثلاث تجيب صور كيجيب صور كيجيب صور وعندك تغطيك الماغ التغطية وعندك لكي حوارات وشي حاجة تدري الرقانات صفيف إخراج وحد يعني واحد البرسيديو طويلة يعني يعني ذاك اللي تفرج في الماغ على الحد ولا اللي ما تفرج رأى كل شي كيش سري الجريد الثلاث كيشوف الترتيب كيشوف النتائج كيشوف التعليق كيشوف صور لأنها هي الوسائل اللي كانت العالم رأى يدر بعد الحين كان كيدو سنة ثلاث من بعد التطور ولا كيدو سنة الحد ولكن رأى كان كيدو سنة لأنها كانت تنقض الصورة بشجيب الكاسيطة بش تدير كانت صعوبة هالتطور الرقمي حقيقة شيء إيجابي وخلا أن إنسان عادوا الصرعة في تنوى الخبر وليها نتروح أمام الصحف مكتوبة بش تقديمة تلقى مكانتها وكتبقى دائما لأن الخبر بالنسبة لك تقول لا صعيب أنك تجاري المواقع وسائل التواصل الاجتماعي أنك ما يمكن إلا لك تفادي أخبار ديالك فهو اللي تخلي أنك تكون دائما صباق لبعض الأشياء ولكن دائما صحفة مكتوبة أنها عند الحضور ديالها على مستوى التحليل ومستوى الحوارات على مستوى الكثير الأشياء اللي بحقيقة ما تسمح شبه الرقمي لأنه تأخذ وقتك وتحلل وتعطي معطاية واحد شكل إضافي وخصك الوقت والوقت هو اللي مكتوبة في الرقمي إضافة الرقمي كيسمح لك بالانتشار ولكن بقي ما كيمنحش مصداقية ووري هنهار هادي الرقمي يوصل للمصداقية على سوى المضمون على سوى بزادي الأشياء اللي كيطل فيها الخبر والموضوع لأنها دولي ما الكترة الكترة هي اللي مدرت وحد الصورة تحقق من الصحة ديال القائدة وغير كنشوف غير إعلان الوفاية ديال الناس بعد شكل الحق ودأس مؤسف ودأس الصحفة الرياضية نحضرنا على ثلاث قوص بأن الصحفة الرياضية كنت كتب على الجرائل اللي مش عارفوه بش الناس المتابين عارفو الأهمية ديال الصحفة الرياضية والأهمية ديال الصحفة الرياضية 12 مارس وفي الرباط عضوا في الفيفا يعني باختصار كيفش كتشوف هد يعني الفائدة ديال تواجد ديال رئيس ديال جامعة المغربية في الفيفا كيفش كتشوف انتهي الفوائد ديال الانتخاب هو أولا هو سابقة في تاريخ وتانيين مكسب وهد السابقة ولا هد المكسب مجيش مفرغ لأنه تراكم ديال واحد جريبة شخص اللي يشتغل نقدر نقول كيف ستلقى 24 ساعة 24 ساعة هاد الشغف دياله هاد الحب دياله الكورة أساسا والرياضة خلاه انه هو في حقيقة يدير واحد الخطوات أنا شخصي كنت فاجأ لأنه واحد تفكير متقدم وصار رجل حقيقة يحيي عليها لأنه نقول هو بدأ من الحمري بدأ مع نظرة تبركان خارق يوعد من صفوات القارة إنسان أنا اشتأول خروج إعلامي دياله لوقتي كان مرشح سنة 2014 لرئاسة الجانعة 13 كان 2013 ففا كانت قلت بأنه بلية هنا عنده أشياء المتقدمة مقارنة مع مجموعة دي المسيرين وإيجابي بالنسبة للعضو غريبي داخل الففا أولي تهم نحن كمغاربة هذك التواجد أول نقطة فروض أن أول ملف يشتغل عليه بالإضافة إلى المصري هاني أبو ريدا اللي واحد كذلك من المحترع تصير سعيد القاري وهذا التعامل للأندية أوروبية المحترفة مع اللاعبين اللي لتحقب منتخبات دي الم خاصة إفريقها ميل فتقيل مش سهل وده بكين تبقى خد تدخل دي الفيفا على مستوى ولكن كين إشكال حقيقي وهذا من الإشكالات حقيقة لفروض أن القجاء يدافع عليها فهذا ميل فهذا لأن اللاعبين عندهم الحق يلتحقوا بمتخبات دي الم واجب وطني بتسبي لهم ولكن كالإشكال تالي كالفريق اللي يصرف مبالغ مهم شهريا لهذا اللاعبين يستفد كذلك من خدمات دي الم هذ اللاعب مثلا اللاعب مغربي غدي جلتحق بفريق البطني الآن عنده اسبوعين دي تحضير مقابلات الجوج دي الموريطانيا بوروندي وكان بعد الدول أوروبية كتفرض عليك إذا رجعت للدول كتدير حجر صحي دي الشهر 15 يوم إذن شهر دي الغياب شهر دي الغياب ممكن يؤدي ثمن ديال واللاعب أنه يفقد مكان تورسمية لأنه ما غديش يبقى ينتظرك المدرين وهذه بحق الأشياء اللي بتروح أمام هذ ممتلين دي القارة الأفريقية السعيد الأوروبي ولا السعيد الفيفا ملفات كتير ثانيا كن كن القيمة كذلك دي البلد اللي كنت ميله للشخص لأن حضرك على المستوى الفيفا هو يوسوي حضرك على المستوى القاري حضور متقدم أجهزة القرار كذلك لأن المغرب ما الآن عنده حضور المستوى السياسي التدبيري الاجتماعي التقافي وعنده كذلك خصوك الرياضة توازي هذا الحضور هذا واستثمار على نون اللي نحن أفضل ما يتنسو لأصلا أنت مش ندقر مشاهدي عن فاسبوغ يعني كنت نلائب رئيس الجميع المغربين للصحافة الرياضية كن عارفو واحد الفئة حضورة ملاعيب وقرح تفوض مصورين من غير العمل مع الأجهزة وملابير دينهم يعني كبش جميع ذات شي ذات شلتي فات هذة الفئة دي والأمر المطروح بالنسبة لفريلانس ما المهني المحترفين ما كنش يشك عندهم أجور ديالهم الآن رأى كن أغلبي منتماع للصحافة المكتوبة من المصور والصحافين كن أجور كن التقف من وزارة التصار المالية ومش كن لها وبالنسبة كان مقترح بالنسبة للمصورين الفريلانس أن الدار واحد اللائحة خصة المتضرر منهم الاجتماعية أنها يكون مساعدة ولا موقعة من طرف الجامعة الملكية من كرة القدم أساسا فشخصيا متقشت بعد ملف وإن كان ساهمت في إعداد بعد اللوائحة خصة الناس اللي كان نعرف في الضرب متضررين في واحد صفة كبيرة كانت بعد مساعدة مباشرة لبعض الأصدقاء في إطار المال ممكن ونسموح به ولكن أعتقد بأن خاصة نتبع هذا ملف لأن فيها من الناس متضررين كثير عدم مسؤوليات عدم عائلات اللي كان خاصة أنهم يدبروا أمورهم لأن مدة طوالت بزيف والله يحسن لأن كان عرف الظروف كذلك للفريلانس لما خدمتيش ما تخلص إيواء سموح كان لقاء يعني حالي تسقنت ساعات وساعات ولكن لا بغيت تضيف شي حاجة مرحبا من لقاء هذا لا كان شكركم حقيقة لأن أنفاس وخصصا لأنت ولا الصديق ولا الدرب لأن هو أسس اللي جابني لنا والدرب أكثر بالمئة بالدرب برنو بكل افتخ برنوصي بحقيقة الصحفة الرياضية أبوما نقدر نقول بأن أنا كبرت في واحد بالجو ومجتمع في مجموعة القيم اللي كتحكم بميلادنا للأسف بدأت هاد القيم تنمحي كلي كعتبره تطور كلي كعتبره تراجع كل واحد كعتبره أنا كعتبره نسبيا تراجع خاصة نحافظ على مجموعة القيم اللي كتبت جمع بيناتنا خاصة نحافظ على الروح الزمن اللي بيناتنا وخصص الصحفي يتميز أسهد الحركة وهاد اللغط اللي كان دائل الصحة يحافظ على النزاه دياله الشرف دياله واحتر مهنة قبل ما نختم كالواعد المتابعين ديال أنفس بوغو وجهز أنفس بيس بينا هاد 40 عام ديال مهنة مع سيمو عبد الروح لي غادي الرجع لها في إطار واحد السلسلة رمضانية إن شاء الله لأن محمد الروح لي كما لقبناه سين ديباد صحفة رياضية لأن هو حضر واحد عدد كبير ديال العالمية الألعاب الأولمبية كأس كؤوس العالم بطولة ديال الألعاب القواف جميع الوحد العداد ديال تقدورات كبيرة وعند الوحد اللي مهم عندنا إحنا والذين نقف في السلسلة الرمضانية إن شاء الله ومعضوك الطرائف ومعضوك ديال الطرائف كتير ديال سيمو عبد روح لي سيمو عبد شكرا ومازال نحن ديال المزيو ديال الاربعين عبد جبد الله فرمضان إن شاء الله إن شاء الله أنا في الموعد إن شاء الله إذن إلى الموعد مقبل إن شاء الله وشكرا للمتابعة